اه ان شاء الله انه هده هنتكلم على حداشر ميزة موجودة في التليجرام ومش موجودة في الواتس. طبعا بيبقى في اسئلة واستفسارات كتير يا طارق ايه الفرق بين التليجرام والواتس اب وايه هي المميزات مسلا موجودة في التليجرام ومش موجودة في الواتس وهكذا. فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم على حوالي عشرة او حداشر ميزة موجودة في تليجرام يتميز بيها مش موجودة في الواتس اب. اه في البداية بس عايزين نقول الواتس ظهر لاول مرة في مايو الفين وتسعة وكان بشكل مجاني لمدة سنة. وبعد كده كان بحوالي اه دولار سنويا كاشتراك. لغاية ما في فبراير الفين واربعتاشر طبعا شركة الفيسبوك اشتريته بحوالي تسعتاشر مليار دولار امريكي. اه في المقابل تليجرام ظهر لاول مرة في اغسطس الفين وطلعتاشر. هو طبعا ابليكيشن فري ومفتوح المصدر بتاعه. طبعا اول ميزة في تليجرام اللي هو يا جماعة قفل المكالمات. اه طبعا اي مستخدم للتليجرام ممكن يقفل المكالمات بحيث مش اي حد يتصل بيه. وممكن يعمل استثناء لتلقي مكالمات من بعض الاصدقاء فقط. وطبعا دوت بيبقى من خلال وبيخش على الامان او الخصوصية والامان ومن خلالها بيبقى بقى يختار هو عايز المكالمات قفل المكالمات للجميع ولا جات الاتصال فقط ولا اسمح للبعض. في المقابل دي مش موجودة في الواتس. هو لا اما اتصل بكل طبعا يعني فهي شغالة يعني. ما فيهاش اللي انا استثني حد. الميزة التانية في التليجرام اللي هي تعديل الرسائل بعد ارسالها. احنا عندنا في الواتس لما دي جي نبعت خلاص ممكن احزفها. لكن في التليجرام عادي جدا بعمل على المسيج اللي انا اه بعدتها وفي نفس الوقت اقدر اعمل عليها وما فيش اي مشكلة. تالت ميزة اللي هي تحديد مين اللي شوف الصورة الشخصية بتاعتي. عارفين في الواتس بيبقى الصورة بتاعتي يعني لا اما ما حدش شوفها لا اما الجهات الاتصال كلها. اه لا اما الاصدقاء. لكن في التليجرام بقدر من خلاله احدد مين اللي شوف الصورة بتاعتي واعتقد دي ميزة يعني جميلة جدا لانا ممكن احدد ناس معينة تشوف الصورة بس تسني ناس معينة. الميزة بقى دي يعني ممتزة جدا ويريت فعلا الواتس تنزلها. اللي هي الانتوفيكيشنز. الاشعارات هنا زكية. وبمعنى ايه? بمعنى اللي انا في الواتس ممكن اقفل الصوت خالص بحيس الاشعارات تيجي لي عادي. لكن بالنسبة للتليجرام اه اقدر اقفل الصوت عن مش بس مجموعات معينة. لا ده في نفس الوقت كمان لما ناس تيجي تعمل لي مسلا مينشن لمسيج معينة انا بعتها او هم هيبعتول لي مسيج ليا. ممكن يجي لي انا بس لكن مش شرط لأي مسيج بتبقى على الجروب. طبعا ميزة برضو مهمة ودي موجودة في المسينجر بتاع الواتس. اللي انا قدر اعمل محادثة سرية. فدي برضو ميزة كويسة ونتمنى اللي هي تبقى برضو موجودة في الواتس. اه برضو ميزة تانية اللي هي التدمير الذاتي للرسائل. اللي انا بقدر اختار وقت معين بعد ما بخلص يعني بابعت الرسالة. اللي هي تبدأ تتحزف تلقائي. وطبعا للاسف دي برضو مش موجودة في الواتس. اه ميزة برضو مهمة اللي هي اخفاء اه رقم الهاتف. في الواتس طبيعي يعني الرقم ده بيبقى واضح اساسي يعني مهم. لكن بالنسبة للتليجرام لا ممكن اقدر اعمل اخفاء لرقم الهاتف. ومش بس كده ده انا كمان ممكن اعمل استثناء يعني اظهر الرقم لبعض الاصدقاء والبعض لا. وطبعا دي مش موجودة في الواتس. اه بالنسبة ليه اه اللي هو رؤية اخر ظهور. طبعا معروف في الواتس اللي اه رؤية اخر ظهور لا اما بعملها للكل لا اما لا. لكن بالنسبة للتليجرام انا اقدر طبعا احدد مين اللي يقدر يشوف اخر ظهور وبرضو اقدر يعني اظهر لكل الاصدقاء او اخفاء على الكل او اعمل استثناء واحدد مجموعة معينة بعينها من الاصدقاء. برضو ميزة كويسة جدا في التليجرام اللي هي التسجيل الخروج. طبعا تسجيل الخروج هنا في التطبيق يعني بيبقى ما بيمسحش اي زاكرة اي زاكرة التخزين مؤقتة انا كنت اعملها في يعني سواء بقى رسائل كل حاجة بتفضل موجودة. فدي برضو ميزة اللي انا ممكن اخرج من وقدر اعمله وما فيش اي مشكلة وطبعا دي مش موجودة اصلا في الواتس لا يمكن الخروج خالص. اخر ميزة اللي هي اعمل استطلاع للرأي. طبعا دي مش موجودة في الواتس. وطبعا يا جماعة كل الفيتشورز اللي انا قلتها دي تبقى من خلال السيتن. حسنا انا اكمل حلقة عجبتكو وكانت حلقة مختلفة ويا رب ما ننساش اللايك والسبسكرايب والشير ويعني عايزين يعني اشراكات كتير جدا وكل ده اكيد بيتعامي في اللي انا نزل فيديوهات وقتل الفوا منوى وقويا اشهالله. السلام عليكم. اشتركوا في القناة